في الواقع سينار حتى هذه الساعة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة مركبة وهو التطور الأخير الذي حدث خلال الساعات الماضية لكن لابد من الإشارة إلى ليلة حامية جدا شهدها القطاع الشرقي هنا في جنوب لبنان حيث اجتدت وكثافة المدفعية الإسرائيلية القضائف الإسرائيلية على بلدة الخيام بالتحديد وأيضا على أطراف بلدة مركبة هذه الغارات التي شنها الطيران الحرب الإسرائيلي من بعد منتصف الليل وحتى فجر هذا اليوم استهدفت سلسلة من الغارات بلدة الخيام أطراف بلدة الخيام أيضا مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة كفاركيلة وأدت إلى سقوط عنصرين لحزب الله نعهما اليوم وسيجري تشييع أحدهما خلال ساعات ما بعد الظهر هذه الليلة التي شهدها القطاع أيضا الطيران أو المدفعية الإسرائيلية قصفت بقنابل الفوسفورية بعشرات القنابل بلدة الخيام والبلدات المحيطة بها كان ذلك حدث ذلك بعد عملية نفذ حزب الله على مستعمرة المطلة ضد ألية تابعة لجيش الاحتلال هذا التصعيد أيضا يأتي بعد نهار حامن شهده القطاع أمس بعد عملية العرامشة التي نفذها حزب الله وأدت إلى جرح ثمانية عشر عنصرا من الجيش الإسرائيلي بعضهم حالتهم خطيرة بحسب المعلومات التي وردت خلال النهار التصعيد استمر خلال الليل لكن هذا النهار حتى هذه الساعة هناك هدوء حذر على الجنوب أو على البلدات الحدودية وبالتحديد هنا في القطاع الشرقي عدى الغارة التي نفذها الطيران المسير على بلدة مركبة بانتظار الساعات القادمة وما ستحمله خاصة بعد العملية التي نفذت أمس والتي قيل من بعدها بأن هناك سيكون ردا قويا من قبل إسرائيل على عملية العرامشة التي وصفها حزب الله بالعملية المركبة والتي استخدم فيها أكثر من سلاح واستخدم الطيران المسير أو الطائرات الانقضاضية وأيضا الصواريخ الموجهة في استهدافه لمبنى عسكري في منطقة أو في العرامشة في هذا الموقع الذي كان يتجمع فيه هؤلاء الجنود إذن الساعات المقبلة سينار تؤشر إلى تزايد حدة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل خاصة بعد العمليات النوعية التي نفذها حزب الله خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى سقوط عدد من الجنود نذكر منها العملية التي نفذها على بيت هلل أيضا الزرع العبوة في المنطقة المقابلة لبلدة أظهيرة في القطاع الغربي هذه العمليات المتتالية التي نفذها حزب الله أدت إلى جرح أكثر من عشرين جنديا لإسرائيليا وبالتالي إسرائيل أمس ردت على عملية العرامشة بالتحديد بقصف سهل إعاد في منطقة البقاع شرق لبنان لكن هذه العملية لم تؤدي إلى أي إصابات وكما علمنا بأنها جاءت أو استهدفت أحد المخازن في تلك المنطقة وقيل بأن هذا المخزن هو مخزن يحوي مواد غذائية وهو لا يتبع لحزب الله هذا بحسب المصادر لكن إسرائيل عادت وردت خلال الليلة بقصف مركز وعنيف من قبل الطيران الحربي وأيضا القصف المدفعي المكثف والعنيف على بلدة الخيام وعلى بلدة كفركلة وأدت إلى بطبيعة الحال إلى سقوط قتلين لحزب الله في هذه الاستهدافات أيضا أشير إلى أن هناك أحد المواطنين الذين كان يتواجد في بلدة الخيام أيضا تم قتل بسبب الغارات التي كانت تطال هذه المنطقة بشكل مكثف وعنيف وأعلن عن وفاته هذا اليوم وجدوه في المنطقة التي باتت شبه خالية من سكانها خاصة بعد العملية التي نفذت أمس على المواقع الإسرائيلية والتحذيرات لسكان المنطقة بضرورة إخلائها بسبب توقعات بشن إسرائيل غارات أو قصف مدفعي على بلدة الخيام بالتحديد التي تتعرض خلال الأيام الماضية وتعرضت لقصف مدفعي وغارات حربية متتالية إذن التصعيد مستمر نشهد باستمرار تصاعد وطيرة هذه العمليات إن من قبل حزب الله أو من قبل الجيش الإسرائيلي بانتظار ما سيحمله هذا اليوم أيضا من تطورات حنان عيسى مرسلة الغد من جنوب لبنان شكرا لك اشتركوا في القناة